اهلا بكم مشاهدين من جديد ميدانيا تمكنت تمكن الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية من السيطرة على وادي عرفان في حيس جنوب مدينة الحديدة والتي كانت تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين هذا بينما افاد مفض الحدث ان الجيش الوطني ينفذ عمليات تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس وسط فرار جماعيا لميليشيات الحوثي الخناق يضيق على ميليشيات الحوثي فيما يعتقد انها في مراحل متقدمة من الوهن مع خسارتها لمعارك حاسمة واراضي استراتيجية في الحديدة ونهم واطراف العاصمة ومناطق اخرى في جبهة الحديدة سيطر الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية على وادي عرفان جنوب غرب حيس التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين مصادر الحدث افادت ايضا بان الجيش وصل الى وادي ضمي جنوب مركز مديرية حيس شمال المدينة وينفذ عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس لملاحقة عناصر الميليشيات في جبهات محافظة صنعاء ايضا يتقدم الجيش على حساب الميليشيات اذ استعاد مسنودا بطيران التحالف العربي سلسلة جبال السلطة وتقدم باتجاه عزلة مسورة كذلك في جبهة نهم شن طيران التحالف العربي غارات داعمة للجيش على مناطق للميليشيات في منطقة مسورة كما شن ايضا غارات على الميليشيات في مديرية نعمان في البيضاء